تتميز الاستجابة لمناعدة وسط خلاوي بوجود خلايا عارضة لمحديد المستضادية مثل البلعميات التي تبتلع مولد المضاد ثم تعرض جزءا من محديدات المستضادية على غشائه الخارجي بواسط كل من CMH1 و CMH2 يحدث تعرف مزدوج بين القرية المفاوية والبلعمية الكبيرة هذا التعرف يتم بين T4 والبلعمية وسط CMH2 و يتم مع قرية المفاوية T8 ب CMH1 بعد ذلك تقوم البلعمية الكبيرة بإنتاج الانترلوكين 1 الذي ينشط القرية المفاوية T4 التي بدورها تفرز انترلوكين 2 الذي يؤدي الى تكاتر ثم تفريق كل من القرية المفاوية T4 و T8 حيث يتم تفريق القرية T8 الى T8 ذاكرة و Tc مهلكة الخلايا بينما يتم تفريق القرية المفاوية T4 الى T4 ذاكرة و T4 مسائدة تقوم T مهلكة الخلايا بإفراز البرفورين الذي يحدث تقوبا في الخلية العارضة لمحدد المستضادية مما يؤدي الى دخول الماء و انفجارها وبالتالي القضاء على مولد المضاد بينما فيما يخص الاستجابة المنعية للتوسط الخلطي بعد ان تقوم CpA بعرض محددات المستضادية لمولد المضاد يمكن ايضا للقرية المفاوية B ان تتعرف على مولد المضاد و ان تعرض هي ايضا محدداته المستضادية على غشائها الخارجي بواسطة CmH2 يحدث تعرف مزوج بين T4 و CpA بواسطة CmH2 فيتم افراز انترلوكين واحد من طرف CpA الذي يؤدي الى تنشيط T4 و افرازها للانترلوكين 2 مما يؤدي الى تكاتر T4 ثم تفريقها الى T4 ذاكرة و T4 مساعدة تلتقي T4 مساعدة مع لنفاويات B فتقوم بتنشيطها عبر افراز الانترلوكين 4 الذي يؤدي الى تكاتر اللمفاويات B وبعد ذلك يتم انتاج انترلوكين 6 من طرف 4 مساعدة الذي يؤدي الى تفريق اللمفاويات B الى لمفاويات B ذاكرة وبلزميات هذه الاخيرة اي بلزميات هي المسؤولة عن انتاج مضادات الاجسام اذا تقوم مضادات الاجسام بتتبيت على مولد المضاد بكونة المركب المنيع كما تسهل عملية البلعمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة